تصدع في الجدران وتهالك في أعملة البناء هذا هو حال ما يزيد على مئة منزل في محافظة الزرقاء بسبب عدم ملاءمتها شروط السلامة العامة وافتقارها للصيانة الدورية نسبة إلى عمر البناء إلا أن تكلفة صيانة هذه المباني لا يقوى عليها ساكنها بسبب كلفها المرتفعة الأمر الذي دفع بلدية الزرقاء للمطالبة بتخصيص دعم لصيانة المنازل الزرقاء بجوز خاصة منطقة الغوارية وحيلمين محمد جوز نصها على السقود كله بناء قديم ورطوبة ومطر ومية متعارف حتى الذي ساكن فيه خطر عليه كثير والذي المار حتى من جنبه له أخطار نحن بالناشد حكومتنا الرشيدة أن تساهم وتساعد المواطنين أن يرمموا البناء القديم غطاء هش يستخدمه ساكن هذه البيوت لإخفاء منظر الأسقف المنهارة لا يحميهم من خطرها ولا يجمل منظرها إلا أن الأوضاع الاقتصادية تلقي بظلالها على واقعهم المرير وتحول دون آمالهم بتوفير مسكن آمن بتعامل معاهن على بناء الكشف الحسي ومنحط الأمور الواقعة داخل البيت أو خارجه ومنطلب منه تقرير مكتب هندسي مختص يعطينا شو التوصيات وشو الأمور الموجودة فيها وبعد ذلك إحنا منقوم في متابعته بناء على التقرير المكتب الهندسي وإذا ما تجاوب نطلب نكتب للجهات الرسمية الخاطبها في موضوع الخطورة الكاملة والخطورة الموجودة الاعتماد على الإجراءات الحكومية وحدها حل غير ناجع اليجب مشاركة ومساهمة القطاع الخاص وخلق مبادرات لتصويب أوضاع هذه المنازل مما قد يشكل فارقا ملموسا على واقع الحد هذه المنازل قديمة مهددة بالإنهيار تظهر فيها التشققات وحاجتها لأعمال الصيانة والتدعيم بشكل واضح الأمر الذي تطلب من الجهات المعنية تحركا سريعا لدرء مخاطر قد تصيب ساكنها حمز نهار المملكة محافظة الزرقا للحديث ينضم إلينا فيه السيد المهندس عماد المومني رئيس بلدية الزرقا مسائل خير وأهلا بك معنا مهندس نبدأ من أعداد المنازل والبنايات الآية للسقوط أو المهددة بخطر السقوط نعم مساء الخير الحقيقة أنه بلدية الزرقا بالإضافة للجنة السلام العامة بالمحافظة عم تعمل مسح شامل للوقوف على عدد هذه البيوت ويعني مكان التلف الموجود يعني وكيفية معالجة هذا الموضوع برضو في جانب آخر بالإضافة للأبني الآية للسقوط في هناك أبني مهجورة وآية للسقوط وتكون ملاسقة لأبني قائمة بالتالي هذا الموضوع الحقيقي بده جهد كبير يعني ما نمتلكه إحنا من قاعدة البيانات هو ما يردنا من شكاوي من الأهالي أو ما يلاحظه يعني تلاحظه مناطق البلدية أثناء جولتها الدوري وهذا ليس كافياً يعني ممكن يكون في هناك بيوت مش مشمولة بقاعدة البيانات هذه وهي آية للسقوط جزئياً أو كلياً عنكم تقدير لأعداد هذه المنازل؟ نعم الأبني المهجورة احنا عاملين لها مسح شامل في المدينة عنا 1044 بناء مهجور في المدينة تعرف مدينة الزرق كلها آية للسقوط؟ هي الأبني المهجورة غالباً آية للسقوط الأبني المهجورة غالباً آية للسقوط لكن أنا كمان بحكي عن الأبني اللي بسكن فيها ناس وهي أيضاً إما مهددة بالسقوط أو آية للسقوط هذه فهمت منك بأنه يجري الآن عامل مسح شامل لمعرفة أعدادها في عدد تقريبي لعدد هذه المباني المسكونة نعم يعني الأبني اللي مهدد أو آية للسقوط كلياً أو جزئياً تبلغ حوالي ما يناهز المئة منزل وهذا رقم يعني مقلق هذا رقم مقلق هلأ قبل بضعة أيام وباستمرار لدى عمليات الدفاع المدني كمان واقعات تشير إلى سقوط أجزاء من الأسقف نعم وهذه بتسقط على العائلة وفي أطفال كمان موجودين وبالتالي سجلت عشرات يعني الحوادث بهذه الطريقة وفيه كان هناك فيه إصابات الحمد لله كانت يعني إصابات متوسطة لكن يعني يجب أنه نتقدم خطوات الأمام شو السبب الرئيسي اليوم في عدم معرفة وأحصاء هذه المنازل والمباني الآيلي للسقوط وحتى لا تصبح يعني الحوادث أمر واقع نعم هو في أسباب أول شيء في بعض المستأجرين في بعض المستأجرين لهذه البيوت ما يعني بقدروا أنهم يعملوا صياني والمالك يمتنع عن إجراء هذا الصياني لسببين إما أنه يرغب بإخلاء هذه المنازل والانتفاع فيها بشكل ووجه آخر وأحياناً كمان اللي ساكنين بهذه البيوت ما بحاولوا أنهم يثيروا هذه المشكلة حتى ما يفقدوا يعني السكن بهذه البيوت لأنه غالباً هذه منخفض أجرتها قياساً بالأجور الدارج بهذه الأيام فهو قاعد في البيت وروحه على كفه عملياً هو قاعد في البيت وروحه وروح أطفاله وعائلته على كفه هذه مشكلة كبيرة ضيق ذات اليد والفقر الشديد أحد الأسباب الرئيسية كمان لعدم مقدرة الكثير من عمل صياني لهذه البيوت ما هو دور الجهات الرسمية في هذا الأمر تحديداً البلدية زين يعني أنا بدي أقول لك بس خلينا أكمل فكرتين أو سمحتي على لو بدك تعملي لبيت متوسط ثمانين متر ستين متر وهو يعتبر يعني هذا لا يطلق عليه مواصفات بيت يعني لو بدك تعني بس صياني للثقف لحاله بتحتاجي لحوالي خمس ست آلاف دينار هذا بس للثقف فما بالك يوم بدك تعملي تأهيل لعناصر إنشائية أخرى زي الأعمدة والجسور وغيره وكمان تحاصري مصدر الخطر وأحياناً بيكون مصدر الرطوبة وعدم عزل الأسقف أحد الأسباب وبالتالي هذه مكلفة كل هذه الأعمال مكلفة لجنة السلام العامة في المحافظة تكون مشكلة من المحافظ والبلدية والدفاع المدني نقابة المهندسين نقابة المقاولين وهذه فقط عم تستقبل هذه الشكاوي لكن الحقيقة هذا يحتاج إلى أن يكون فيونك تستقبل الشكاوي ويعني تقف على مقدار الخطورة هلأ إذا بتقدر تلزم الأهالي إنهم يعملوا ويصينوا هذا البناء أو أمدروا على مكتب هندسي كمان لأنه مش أي جهة بتقدر إنه تعمل هذا التأهيل وهذا الصيانة بشكل سليم أحياناً خلال فترة إجراء الصيانة ممكن لا سمح الله كمان هذا الموضوع يفضي إلى انهيار في المبنى ويكون شيء من خارج إطار الإشراف الهندسي هذا خطير جدا ممكن يكون هناك دور أن تخصص لمجالس المحافظات والبلديات موازنات وأيضاً بالتعاون مع التنمية الاجتماعية يخصص في موازنات السنوية مثلاً والله مليون دينار نص مليون دينار هذا للمساعدات الطارئة في موضوع صيانة هذه المباني وجعلها فقط آمنة والهدف أن تكون آمنة اثنين أن ينشأ صندوق وطني لأن هذه المشكلة الموجودة ربما بشكل صارخ في محافظة الزرق أنت تتحدث عن حلول لكن تنجر على محافظات أخرى أنت تتحدث عن حلول يعني غير مطبقة غير مطبقة نعم وبالتالي لذلك أنا صراحة لما يجيني الكثير من الأهالي ويشكوا من هذا الموضوع أشعر أني يعني بالعجز أن أقدم لهم أي نوع من الدعم عم بتعاو مرات بعلاقاتي الشخصية عم بحاول يعني أشبك مع جهات تابع على منظمات إنسانية وللأمم المتحدة مرات بساعدوا بمساعدات جزئية حتى يقدر يعمل صيانة حتى يقدر يوخذ بيت مستأجر بفترة الصيانة أو يشوف إشي مؤقت وطارئ ومساعدات عيني لكن هذا شيء مش مؤسسي وهو غير كافي ولا يعني يشكل إلا النزر اليسير من المساعدة بحاجة لصندوق وطني للتعامل مع هذه الظاهرة بحاجة أن تخصص في موازنات مجالس المحافظات يعني سنويا مبالغ مالية لمعالجة هذا الموضوع وتكون بإشراف لجنة السلام العامة والتنمية من المسؤول عن إيجاد هذه الحلول أو على الأقل يعني خلقها وتطبيقها كلنا مسؤولين كلنا مسؤولين وزارة البلدية الإدارة المحلية الإدارة المحلية مسؤولية سوليتها يعني هي مسؤولية أخلاقية لأنه صحيح أن موازنات البلديات لا تسمح ولا تنص أن تقوم البلدية بإجراء عمليات ترميم وتأهيل للمباني وربما يدفع هذا الموضوع أن تكون مخالفا للقانون إذا نفث مثل هكذا أعمال البلدية غير معنية من أن تمول هذا الموضوع لا غير معنية البلدية هي معنية في الجانب التنظيمي والقانوني بأن يستصدر إذن ترميم من خلال اللجنة المحلية اللي تابع لها المنزل المراد تأهيله يعني يجب أن يخضع حتى نتأكد أنه هذا يتم بإشراف فندسي ولجنة السلام العامة في المحافظة اللي برأس المحافظ برضو هو الموازنات اللي بدأت تخصص يكون من خلال مجلس المحافظة أو من خلال التنمية وبالتالي يعني ربما تكون تصريحي وندائي هو يعني يفضي ويدق ناقوس التيقض والخطر أنه إحنا نتقدم إلى الأمام باتجاه إيجاد حل لهذه المشكلة طيب ماذا عن مشاركة ومساهمة القطاع الخاص وخلق مبادرات لتوفير هذا الترميم وحفظ أمان هذا البناء بعدم سقوطه نعم هاي النقطة من الأهمية بمكان أنه فعلا القطاع الخاص يساهم بدعم مثل هذا الموضوع يعني احنا على سبيل المثال مدينة زي الزرقة في هناك عشرات المصانع وهذه المصانع يعني حقيقة تشكل خمسين بالمئة من صناعات الأردن متركزة بالزرقة من المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية أن تبادر هذه المصانع والقطاع الخاص بشكل عام أن يخصص يعني جزء من هذا الدعم لهذا الأسر ولو يعني بمساهمة يعني بحدود قدرة هذه الجهات مصفات البترول الأردنية مصفات البترول الأردنية موجودة في بلدية الزرقة وحدود بلدية الزرقة ولا تقدم برميل أسفلت واحد لبلدية الزرقة من المسؤول طيب عن المتابعة لهذه المبادرات وخلقها مع هذه القطاع الخاص أنا أقول لك يجب أن يكون هناك بيئة شريعية وقانون هو موضوع المسؤولية المجتمعية المسؤولية المجتمعية أن يكون هناك نص واضح لقاء قيام هذه المؤسسات والمصانع باستخدام وتلويث هواء وتراب وماء المدينة أن يكون لها مسؤولية جرس طيب أنا وقت انتهى ولكن هل سنقف اليوم مكتوفي الأيدي ونتفرج وننتظر أحد المنازل أو أحد المباني المهددة والآلة للسقوط يعني بلدية الزرقة بذلت كل جهدها أولا تطرح هذا الموضوع في كل اللقاءات العامة وعبر وسائل الإعلام وأيضا بالجهد اللي بتقدمه من خلال يعني حضار متبرعين بشكل خنقول جهود شخصية ولكن هذا لا يكفي حتى احنا نتصدى لهذا الموضوع اللي ممكن يودي بحياة مواطنين لهم أغلى شيء بالنسبة لنا حياة المواطنين والأطفال والأسر الموجودة في هذا أشكر وجودك معنا مهندس عماد المومني رئيس بلدية الزرقة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك